أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملأ جفوني عن شواردها ويزهر الخلق جراها ويختصمون مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى مع مساحة الإبداع في برنامج الصواعق المتنبي هو ضيفنا الدائم وضيفي الذي لا يقل عن المتنبي الشيخ عائض ألهبنا بتفكيكه لقصائد المتنبي وبإبداعه الصاعقة تقول إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم أرى الجبنة يرون العجزة عقلا وتلك خديعة الطبع اللئيمي وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم شيخي نريد أن ندلف من باب المعارضة أنت تقول ما شاء الله أنك منافس المتنبي ونريد أن تعارض إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هو الآن يقول ماذا يقول أنت يقول إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون نجومي أنا بقول في مجتمعنا وفي حاضرنا إذا غمرت في صحن منيفي فلا تقنع بما دون الخروفي فطعم الرز في قدر صغير كطعم الرز في قدر كثيفي أو هذا من المسامرة وقد فعلها بعض الناس في قاضي كان شيخ قرر لابن مالك يقول ولا صح تذكر ابن عثيمين في المقامة النحوية ختم من العثيمين رحمه الله قال والأصل في الأخبار يقول ابن مالك أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر الله أكبر في الخبر قال هو فجوز والأصل في الأخبار أن تقمر وجوزوا التركيك إذ لا ضرر وأنا أعتقد أن المتنبي له الحق في أن يقول إذا غمرت في شرف مرومي كان هناك حروب يا شيخ وكان الواقع يفرض ذلك ونحن كذلك نحارف في الصحون أعتقد يقول واحد يقول سل السوف العوالي عم علينا واستشهد البيض قال أحدهم عنه سل السحون التباسع عم علي واستشهد البيض هل خبر رجع فينا فلكن نعود إلى إذا غمرت في شرف مرومي هذا الصحيق الشرح إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم والله باقع الرجل وأنه يعني مبدع قال إذا منك ذهبت للمجد وغمرت وانطلقت فلا تقنع إلا بحرب النجوم لا تقنع بأنصاف الحلول أبدا على النجوم فوق فوق أنا قلت في تغريدة المؤمن يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم ثم يسقط ثم يقوم ثم يجلس على النجوم لأنه معه الحي القيوم دائما نجاحات لها رصوبات لها لكمات ولها ارتدادات لكنك استمر فلا تقنع بما دون نجوم يا أخي من يستطيع أخذ مئة درجة لا ينبغي له أن يأخذ تسعين لماذا؟ الله أكبر يقول بعض السلف اللهم من يسألك الفردوس علمنا صلى الله عليه وسلم ترى العروة الهمة ترى صحف حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسأله الفردوس الله أكبر شوف الهمة العالم سأل الله وياكبر الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر الله أكبر لا تقول يموت المكسر رحمة الله واسعة أرحم الراحمين أكرم الأكرمين وبعد هذا يأتي بالتعليل يا شيخ وتعليل عجيب إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر الحقير طعم الموت في أمر عظيم يا أخي اللي يموت تخمى الآن هم يتميت بعضهم الآن تخمى من الطعام بعضهم يموت وهو في عبادة في علم في أداء في نصح في عدل بين الأمة في تضحيات فهذا الموت سيأتي 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 حتى يقول قطري ابن ابن الفجاه يقول قطر يقول يقول لها وقد طارت شعا من الأبطال وحك لن تراعي فإنك لو سألت بكاء يوما على الأجل الذي لك لم تطعي فصبرا في مجال الموت صبرا في مئن الخلوط بمستطاعي وما ثوب الحياة بثوب عزنا فيخل عن أخي الخنع اللي يراعي الله إليه يقول وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاعي الله وهذا على مذهب الخوارج الله ومعاوية يقول هممت أنا فر يوم صفين فتذكرت قوله ابن الإطنابة وملك في الحجاز في المدينة أقول لها وقد جشأت وجشأت مكانك تحمدي وتستريعي يقول أبا لئذ أبت لهمتي وأبا حيائي وأخذ المجد بالثمن الربيحي وإكراهي على المعروف نفسي وضرب هامة البطل المشيحي الله وقوله كلما جشأت وجشأت مكانك تحمدي وتستريعي لأدفع عن مآثر الصالحات وأحمي بعد عن عرض صحيحي صحيحي هو في مسألة يقول إذا غمرت في سرف مرومي هو يرى الدنيا هو ترى دائما الإمارة والمصب لكن أقول المؤمن الصالح الخير الداعية البار الراشد المصلح في الناس الله فعليك أنك تبذل جهدك حتى تتقدم الصفوف حتى في الكون السابكون السابكون وفي ذلك فليتنافس المتنافس وسارع وسارع أعتقد أن حمام الحصين يا شيخ الحمام الحصين تأخرت وأستبقي الحيات فلم أجد لنفسي حيات مثل أن أتقدمها ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ذكر ابن كثير عن صاحب ابن معاوية صاحب المغازي يقول إن النبي هذا ما يروى مر صلى الله عليه وسلم بسية الرمح هو وأبو بكر في بدر وإذا رؤوس قريش مجندلة الله أكبر فيأخذ صلى الله عليه وسلم يقول نفلق هامل نفلق هامل فيكمل أبو بكر لأنه معلم من جال عزة عليناهم كانوا غش وأظلم فهذه من القصيدة هذه إنما ذكرت شيئا في أنت كنت تكلم عن الشاعر اليمني اليمني يقول سارع وسارع لأنني تذكرت الإرياني كان اسمه حلياني عالم وشاعر ينادي اليمنين يردون على بريطانيا في هجومها على اليمن قال سارع وسارع إلى جنت قد فاز من جاه سعيدا سهيدا والبسوا حلة من الكفن الغالي وبيعوا الحياة بيعا مجيدا بريطانيا روئدا روئدا إننا بطسل إله كان شديدا إننا بطسل إله لك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا ما أخذ عنا للترك مع قربهم في الدين مننا كيف نرضى البعيدة الله ونقول إن شاء الله ما ترضون الآن أذناء الفارس والفرس وأولاد كسرة المجوس الله أكبر نعم الله أكبر ننطلق إلى البيت الثالث في القصيدة عندما يقول وكل شجاعة في المرء تغني صح هذا معنى عظيم جدا يقول إن كل شجاعة لها دور ولها وتنفع في مجالها حتى الشجاعة الأدبية تنفع الشجاعة العسكرية شجاعة القلب الجبل لا شجاعة الخطابة حتى شجاعة الإلقاء لكن ما مثل الشجاعة في الحكيم لأن الحكمة مع الشجاعة تقيد ميزان ميزان لأن الشجاعة بلا حكمة تهور والتهور بلا شجاعة جبن صحيح وخور فإذا اجتمعت هو هو يقول هو جمع بينهم وقال الرأي وقبل شجاعة الشجعان هي أي أول وهي المحل الثاني فإذا هم اجتمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان الله أكبر هنا يقول أنا عودي لمسأة إذا غمرت في شرف مرومي أنا يا أخي عندي مثل ما يغيب من خاطري درست حتى عنه انظر دكتور جزائر اسمه الزواوي تكلم عما ألف عنه بنتيمي الشيخ الإسلام من مرسائل ماجسي وبحوث جامعية دكتور أكثر من ألف رسالة تدري أن ابن تيمية أشغل المؤرخين ابن كثير شافعي وفي آخر شكل دخل السنة كذا وبن تيمية في سنة كذا دخل السنة نسي التاريخ ونسي الخليفة ونسي المرأة وتخصص في تخصص دخل السنة كذا وبن تيمية في الإسكندرية دخل السنة الذهب ينسي نفسه يقول في معجم الشوخ أحمد بن عبد الحريم بن عبد السنة مسي خلاص انتهى كان جده قمرا وأبوه نجما وهو شمس فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبسرة يأتي عالم شافعي يقول لم تر عيني مثله ورأيته وإذا عينه تلتهب ومدحب قصيدها حتى ذكرها صاحب جلال العينين في التفضيل بين الأحمدين الألوسي قال وقاد ذهن إذا سارت قريحته يكاد يخشى عليه من تله به رأاه بن دكيك العيد قال ما أظن الله خلق مثلك فغضب من تيمه قال أنا المسيكين أنا الفقير لرب السماواتي أنا المسيكين في مجموح حالاتي وكان يكثر التأوى مع إمامه في الدين وحفظ وسعاه يقول أحد العلماء رأاه والله كأن القرآن والسنة مفتوحة بين يدي اختار ما شاء ويعيد ما شاء ويقول ابن القيم يكتف في اليوم أربع كراريس ونقدم له الأقلام بدون مراجع ياخد تدمرية ترى في ترجمتي كتبها سؤال من تدمر عن قواعد في الأسماء والصفات فأخذ القلم والأوراق ما عنده مراجع فكتبها من صلاة الظهر إلى العصر نحن وقرأنا في صور الدين سنة وما نجح للقليل تدمر كل أسماء تدمر تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم سؤال يا شيخ مهم جدا وربما يكون فيه من الإلهام للمشاهد الكريم نسمع بأن ابن تيمية قسمت مؤلفاته على عمره فكان مجموع ما يؤلف قيل خمسين وقيل عشرين ويظهر الله أعلى منها قيل إلى عشرين إلى خمسة وعشرين صفحة يوميا هو الموجود الآن يمكن سبعمائة مجلد كبير يا شيخ بعض كتب عشر مجلدات يقول حتى بن قيم در تعرض العقل والنقل ما ترك العالم مثله تكره فيه حتى من يكره در تعرض العقل أنه أعتبره عالم أصلا ليفهمه نريد أن نسترسل بعد الفاصل مع ابن تيمي يا شيخ ولكن كعادتنا سنتوقف مع فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم فابقوا معنا يا من يعز علينا أن نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضكم ملموا مرحبا بكم مشاهدين الكرام مع الجزء الثاني لا أجمل من المعاني التي تقودنا إلى المباني أركض إلى المجد لا تأبه بمن لام ودعه في نومه يجتر أحلام فسوف يأتيك مبهورا ومنكسرا وقد يراك مع الأيام إلهاما نعود يا شيخ إلى الإبداع ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم نعم بلا سكة كنا نتحدث عن ابن تيمي الشيخ السلام عن نماذج ممن جلس على النجوم بحق ولهذا كما تعرف يقول أحدهم وكنت أظن أن الجن ترمى وكنت أظن أن الجن عند استراك السمع ترمى بالنجوم فلما أنعلوت وصلت نجما رميت بكل شيطان الرجيم الله أكبر جميل معنا جميل جدا هذا ابن تيمي ما عده أنا نجم عده شمس فإنك شمس والملوك كواكب ونذلك طلعت المبد من هنا كوكب بل هو مالئ الدنيا وشاغل المجد بلا شك ابن تيمي يختلف عن المتنبي طهر إمامة قداسة ملة مهمة بل هو بحر علم ارتجف الآن حتى تيمور لنك لما دخل عنه اهتز من شيخ الإسلام ابن تيمي ومتفنن فهو فيلسوف مفسر محدث أصولي نحوي يا أخي يقول أنه في كتاب سيبوية ثمانين خطأ يقول ابن حيان أندرسي ألا تعرفه أنت ولا آباك شوف ابن هشام ترى ابن هشام يعدونه مثل سيبوية في عاصره أتى في سدرات الذهب بكلام ابن تيمي ورأي ابن تيمي يعده رأيي الله ويقول أن يرجح رأي ابن تيمي إن هذاني لساحران الله في هذه المسألة وهو فقيه وليس لغوي فقيه ومحدث ومفسر وصاحب المنطق ورأ علوم الطواف جميعا هو رد على البطائحية ورد على المعتجلة ورد على الصوفية ورد على الفلائسفة ورد على الملاحدة على الطواف المخالفة رحمه الله وغفر الله له عند هذه ننتقل في في بيت الشعر في بيت الشعر في القصيدة يقول وكم من عائبين قولا صحيحا وافته من الفهم السقيمي المتنبي هذا رائع جدا ويستعتبر صاعقة يقول كم من أحد يرد الحق ويرد الأدل للبراهيم ليس لعمى في البراهيم أو الظلال في البراهيم لكن الظلال في نفسه نقص فهم فهم السقيم حتى في بيت آخر يقول ومن يكذا فهم مريض يجد مر به الماء الزلال الماء الزلال لكن تسربه بعض الناس ويده مر البصير يقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم وطعم الماء من سقيم الله أكبر وإلا الشمس باهرة وظاهرة الأدلة واضحة وليهذا يقول سبحانه فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وهذا يلاحظ يا شيخ في الوقت الحالي سيما في انتشار وسائل التواصل تجد بعض العلماء من أمثالكم ومن الذين نحتوا أعمارهم في الكتب وفي الترقي في منازل العلم وتجد أحدهم لم يقرأ صفحة في حياته ثم يدخل ويعلق على مسألة لا يفقه فيها شيئا والله يا شيخ شوف أنت ذكرت بشيء أني أكتب تغريدة وأنا طالب علمه ما أعرف نفسي صغير أني في علق واحد قال وش درك شوف ده وش ده وش ده وش يعني كلها بكل بساطة بكل بساطة أقول يقول قال العلماء قال وش درك وأقول كذا كذا يعني ما دنيه هو يعني الله أعلم وتجده قد يحنون وقد يعطي رأيي وقد يعطي قال ومن قال لك هذا ويعترض فيه وقد يقول أنا أرى نعم والله أن بعضهم حتى في أحاديث صحيحة تريده أنت قال هذا ليس بالصحيحة الله أكبر ومن أنت حتى تقول هذا الصحيحة فهو يقول فكم من عائبين قولا صحيحا العيب هو في العقل الفهم السقيم للناس أكثر الناس يشيخ ترى عقولهم لا يتصل إلى معرفة الحقائق الإيمانية ولذلك يقول سبحانه وتطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله وقلل من عبادي الشكر فأغالب الناس صحيحة ففهمهم السقيم ليس في الأدلة هي وابحة والشمس باهرة حتى يقول هنا يقول هو في بيت آخر وكيف يصحه في الأذهان شيئون إذا احتاج النهار إلى دليل خلاص إذا عاد إنسان يجادر يقول هذه الشمس قال لا مضرش قل 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 خلاص كفارت المجلس استودعكم الله في أمان الله إذا جادر في الحقيقة أنا أقول لبعض الإخوة انظر إلى الأدلة العلمية التي صار لها كيف عرضت ولكن جابهاها الناس فيقول يمكن أن هؤلاء الناس عندهم أدلة أخرى قل سبحان الله ألفها مستقيم كيف عندهم أدلة أخرى الله يأتي بالأدلة وعندهم أدلة أخرى ما عندهم أدلة وأعتقد المتنبي في بيت آخر يقول وهبني قلت هذا الصبح ليلة أي أعمى العالمون عن الضياع عن الضياع هو في هذا حتى في علمية في يأتي بها في علميات يأتي بها في بعض الأميات أذكر من ضمنها يقول إنما يحصل كما مرمع النجاح مع الطبع وعند التعمق الزلل الزلل وهذه قاعدة ويقول يقول علما يفرق بين الماء واللبني اللي في هذا القصيدة لا بيقول في حد القضاء يقول علما يفرق بين الماء واللبني لأن يقول في قصيدة كثيرة ذكر حتى القضاء من يقول الحلامة العلماء واللجو الذي لا ينتهي ولكل جن ساحل ويأتي الملوك يعطيهم بما يناسبه مثلا إذا ذهب إن عميد عطاه فلسفة كمان مر معنا يأتي لسيف الدور الشجاعة فباشر وجها طالما باشر القنى وبل ثيابا طالما بلها الدم الله أكبر ويوم جاء عند القاضي قال له لو استطعت الكبت الناس كلهم من يسعيد من عبد الله بوعرانا ذلك صد السعيد من عبد الله أنطاكي الله أكبر فيخاطب الناس على قدر ما لديهم من معرفة أو من شجاعة أو من حكمة يقول كرم تبين في صفات كما أثير الويبين وصوت الخير في أصواتها قصيدة عجيبة عجيبة قصيدة ويقول وترى شوف الدقة يقول وترى المروة والفتوة والأبوة كل مليحة فيها كل مليحة براتها كيف هذا يقول أني أنا كل مليحة زوجة لي مرؤتي أنا واهتمام مرؤتي وشهامتي ومجدي أضرنت بي إلى أن صارت زوجتي تغار من هذه الأمور التي أنا أحمله هذا هو الشعر وترى المروة والفتوة والأبوة في كل مليحة تنظراتها تلك الثلاث المانعات لذتي في خلوتي الخوف من تبعاتها في هذا النص يا شيخ ثلاثة أبيات مدح بها بني عمران لو أعطوه الدنيا وما عليها ما وفو حقه يصف علاقتهم بالخيل ونحن سجلنا حلقة عن الخيل وجماليات الخيل فيمدح نفسك عادته ويقول ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كنا من أقواتها أقبلتها غرر الجياد كأنما كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها طعن في لباتها العارفين بها كما عرفتهم والراكبين جدودهم أماتها فكأنما نتجت قياما تحتهم وكأنهم مردوا على صهواتها الله أكبر نعم هو سبحان الله له فرائد سائرة شوف ألف بعض الإخوة حتى عالم سوداني ألف ما يقارب خمسمائة بيت في شوارده والحقيقة أنه ما في شاعر نعود في التاريخ سار في الشواهد أو في الصروح مثل ما سأل هو حظم من الله يعطي كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وعطاه الدنيا ولكن كنا نتكلم عن أحمد الثاني ابن تيمي اللي عطاه الله إلى نساء الله له ولنه الفردوس الله أكبر أنا يوم ذكرنا النجوم يقول إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم دائما النجوم هذه عند العرب حتى يقوله إذا نجم تهتدي بصحابتي إذا حينا ما بين النجوم صحابه النجومية لن تحصل مجانا وينبغي إنسان يخلص وجه الله عز وجل لكن يوم ما يكون نجما إلا أن يضحي تضحيات بذلك أطلب الصبر يا أبني الصبر والمثابرة وحسن النية قد يكون هناك نجوم غير مؤمنين لكنهم أرادوا الدنيا ولذلك أعطاهم الله الدنيا نحن نريد أن يتصد حياتنا بأخرانا إلى الفردوس العلى النجمة الصاطعة بل عدها شمس هي آسيا مرات فرعون ولو أن النساء كما نعرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التعنيث لإسم الشمس عيبر والتذكير هي لو أرادت فقط نجومية الدنيا كانت في القصر حاكمة هي سيدة مصر أولى هي في ذروة الحكم نعم لكن ألغت هذا كفرت بفرعون أمنت بالله قالت لا إله لله رب مني لعندك بيتا في الجنة ونجني بفعون عملي المجد خالد هذا خلدت الآن المجد خالد يقول الإمام أحمد قال له ابنه متى الراحة يا أبتي هذه النجومية قال إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة أما قبلها فألا في راحة ولذلك الإمام أحمد أبو عبد الله إمامه السنة الجمع كد نفسه وجهده وتعبه وطلب العلم وعلم ودرس وأفتى حتى بلغ في الإمامة في الدين هذا المبرأة هذا جلس على النجوم الله أكبر جعلنا الله وإياك ممن يجلس في مقعد صدق عنده مليك مقتدر والمشاهدين الكرام كذلك شكرا شيخنا على هذا الإمتاع وعلى هذه الإفادة لكل بداية النهاية وصلنا إلى نهاية الحلقة مشاهدين الكرام نتمنى أن نكون أمتعنا وأفدنا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيعلم القوم من ضم مجلسنا بأنه خير من تسعى فيه قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملأ جفوني عن شواردها ويزهر الخلق جراها ويختصمون الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والروح والقرطاس والقلم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والروح والقرطاس والقلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته